تساقطات مطرية مهمة شهدها إقليم خنفرة مؤخراً سيكون لها لا محال أثر إيجابي على مجريات الموسم الفلاحي الحالي فتوالي موسمين من الجفاف وتدعيات جائحة كورونا ساهم في تدهور الوضعية المعيشية للفلاحين بالإقليم غير أن هذه التساقطات المطرية الأخيرة والمنتظمة تبشر بتحقيق موسم فلاحي جيد تعرفوا إقليم خنفرة هو إقليم الجبالي وبارت شي شوية كيبغيش تساقطت متأخرات قريباً يعني هاتش يوقع لها فالنتجة دياله كانت ثلاثة الحواج مهمين أهم حاجة هذا الانتظام ديالتساقطات ولو نفس العمل فالانتظام دياله كانت مهم جزء بسبب الأشجر المطمرة وبسبب السرية الكولتور يعني الحب أما الأهم حاجة اللي كان نفرحنا بها هو أن الكلاء كله ده بيكون موجود لنسف مياس 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 ديال القطاع الفلاحي هو ماشية إضافة إلى انتعاش الغطاء النباتي وتوفير الكلاء للماشية ستساهم هذه التساقطات في تحسين منسوب الآبار والفرشة المائية والسدود على الرغم من أن المخزون المائي للسدود بالمنطقة ما يزال متوسطاً شكراً للمشاهدة